مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بيعين عربية شرح اليوم وعلى سناب شات وتحديدنا عن مشكلة واجهة أحد متابعيني أنه حاول يحمل تطبيق السناب من الأبل ستور أو جوجل بلاي وظهر عنده طبعا هو بالأندرويد فجوجل بلاي وظهر عنده غير قادر على تثبيت السناب فحبيت أعملكم هذا الفيديو عن كيف اتحلها لهذه المشكلة لكن طلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس في البداية أحد المتابعين تخل حاول يثبت السناب مقبل طبعا بالأندرويد ما موجودة عندنا أعتقد بالآيفون وحتى إذا ظهرت بالآيفون رح يكون نفس الحال خلي أدخل من داخل الحساب أشرح لكم طريقة الحال في البداية المتابع أرسل لي هذه المشكلة أنه دخل يحمل تطبيق السناب ظهر عنده غير قادر على التثبيت على أجستيك طبعا أنا نصحته فقط أنه يدخل يشوف لي المساحة والمساحة غير مستخدمة وآخر تحديد في البداية المتابع أرسل لي المساحة وآخر تحديد طبعا مثل ما تشاهدون مساحة الكاملة 128 المستخدم 91 الفرق بيناتهم لازم يكون بين 20 و30 جيجا يعني أنت ميسر تحدث وعندك 105 أو 110 التحديث ما يجي مضبوط وهذه واحدة من المشاكل أيضا آخر تحديث ميسر باقي تحديث هنا ثلاثة يعني مثلا آيفون الآن في ناس إلى الآن iOS 15 إحنا واصلنا iOS 17 بالأندرويد أكيد نفس الشي فلازم آخر تحديث والشي الأخير اللي ما يصير يكون عندك التطبيقات المخالفة تطبيقات طرف الثالث تطبيق السناب ما يقبل يكون عندك حسابين على نفس الهاتف وهذه التطبيقات إدارة الملفات وVPN وغيرهم للتطبيقات طبعا بس هذول المثال فالمتابع حذف إدارة الملفات وثبت السناب الثبت عنده فإذا واجهتك المشكلة أول شي حدث ثاني شي جد مساحة وحدث والشي الثالث احذف التطبيقات وارجع ثبت السناب رح يثبت أتمنى أن نفذتكم بهذه المعلومات طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس تحياتي ومع ألف سلام أهم شي أهم شي المساحة بعدين التحديث والتطبيقات المخالفة حذفوها وثبت التطبيقات رح تثبت عندكم ولا تنسوني إلي وللمتابع بالدعاء وشكرا لكم واشتراك بقناتي ومع السلام